سنة وأربعة أشهر مرت منذ أن أغار الجنود الإسرائيليون على سفينة تركية تنقل نشطاء ومساعدات إنسانية إلى غزة هجوم كان العنوان الأبرز لتدهور علاقات أنقرة بتل أبيب فدماء من قتل على متن السفينة وإصرار إسرائيل على تحميل الطرف الآخر مسؤولية ما جرى أوصلت الأتراك إلى نتيجة يرون أن لا مفر منها وصلنا إلى اليوم الذي أضعت فيه إسرائيل كل الفرص التي قدمناها والآن هو وقت أن تدفع الحكومة الإسرائيلية ثمن تعاليها على القانون وهذا الثمن وحرمانها من الصداقة التركية تم تخفيض مستوى العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مستوى السكريبتير الثاني كل الاتفاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل علقت وستتخذ تركيا كل الإجراءات الضرورية لضمان حرية الإبحار في شرق المتوسط ولن تعترف بالحصار الإسرائيلي على غزة وستعمل على نقل ملف هذا الحصار إلى محكمة العدل الدولية أقرار التركي جاء بتزامن مع إصدار الأمم المتحدة تقريرها الخاص بما جرى على متن أسطول الحرية في 31 مايو أيار عام 2010 تقرير خالص إلى أن إسرائيل أفرطت في استعمال القوة ضد نشطاء السلام لكنها تصرفت ضمن ما يتيح لها القانون لبل منحها الغطاء لفرض الحصار على قطاع غزة التقرير الدولي بشأن الجريمة الإسرائيلية ضد المتذامنين الدوليين في أسطول مرمرة هو تقرير غير منصف ولا متوازن ويوفر الفرصة للاحتلال للإفلات من المسؤولية عن هذه الجريمة كما أنه يؤدي إلى شرعنة الحصار الإسرائيلي على غزة تحفظت إسرائيل على عبارة الاستخدام المفرط للقوة ورفضت الاعتذار أو دفع طعوضات لأسر من قتلوا أو يصيبوا في الهجوم رفضت حماس الصيغة التي جاء بها التقرير ورأت فيه تجاهنا لمعاناة الفلسطينيين ومحابة لإسرائيل أما تركيا فتحاول الثألة لكرامتها بعدما تلقت واحدة من أقوى ضربات من حليفتها لكن عبابة التحفظ والرفض والانتقادات لا تعني أن أهل غزة سيرون رفعا قريبا لحصار أنهاكهم وأنهاك اقتصادهم